السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاحباب طلاب الصف الثالث الاعدادي معاكم مستر محمد فوزي من قناة محمد فوزي العلوم والتكنولوجيا النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة على الدرس الثالث والرابع والخامس والسادس وعلى عيون تو كاملة تمام اذكركم ان احنا شغالين من كتاب جيم فالطلبة اللي حبت تستمر معنا يكون معاك كتاب جيم ان شاء الله اذكركم انكم ما تنسوش ان تدعو الاب وامي بان يدخنوا من الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب واذكركم ان انتو لو الفيديو عكابكم اعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة تمام ما بين اصدقائكم عشان القناة تكبر بكم بإذن الله تعالى يبدأ مع بعض هنا طبعا التمارين موجودة على الفيكابلري من كتاب جيم على الدرس الثالث والرابع pod you plug in the electric kettle please i want to boil some water number 2 never tell anyone your password ok when you know on the form when you fill in fill in the phone please give it to the secretary the laptop doesn't start then it تحتاج 3 أرسالة لتحرق لا تتوقف تنزل من المتعاملات عندما لا تستخدمها ستعادة ستجدها تجدهاب على ستجدها ستجدها قعد المدرسة مي سيستر لا تريد أن أفعل تحرق 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 8 This letter is written in a formal style 9 She's really a fine knot She made many parts in different designs Artists An art would be really useful when I work on the train أي واحد من دول طبعاً لابتوب هو المفيد لو أنا هستخدمه وأنا في القطار فجأة السماء غطت به الغيوم الغامئة وده شيء إحنا ما كناش متوقعين وفي عقالة هي أسقطت الموبايل ولكن اللي حسنا الحظ أنه متكسرش المدة اللي أنت بتخططها أنك تجلس هنا سناعة الكمبيوتر زادت بشكل كبير في القرن الأخير نوبر ثلاثة not his work losing his work he works hard to not enough money for his family and we would like to offer our congratulations on the skin of babies is really soft قلد الأطفال بيكون ناعم طبعا he is interested in هو مهتم بي planting flowers in the garden when the red light comes on you should recharge the battery you should read the note before you start this machine instructions do you want to take some local products and not handcrafts handcrafts number 13 it's a great deal the product is of high quality and is not expensive either ندخل بعد كده على اللانجوج اكسرسايز للدرس الثالث الرابع من كتاب جين the phone not my friend felt very bad and i was sad broke when you arrived at the party who not there who was there number three i not a terrible dream last night i had while we were walking along the road we not a rubber we saw we saw يعني بينما احنا كنا مشيين طول الطريق احنا شفنا لص she left angrily not he was speaking تمام هنختار طبعا why لان هنا ماضي مستمر was he doing not lunch at 4 pm yesterday طبعا هنا ده وقت محدد بالظبع فنختار ماضي مستمر هنختار was he having at 8.30 am today i not to work i was driving sorry i was driving number nine why not in canada طبعا هنا why لما فيش فعل يا شباب يبقى الفعل بيكون في ing على طول being اوكي طيب ندخل هنا في complete about four years ago i not to become a musician طبعا انا قررت فهنا نختار decided نصححها نخليها decided نحطها في زمن الماضي البسيط تمام هنا they were walking هما كانوا ماشيين للبيت when i last saw them عندما انا شاهدتهم تمام my uncle called me while i was buying some food مش when while okay rewrite نركز فيها they were playing tennis when we got there هما كانوا بيلعبوا تنس عندما وصلوا هناك تمام عندما احنا وصلنا هناك اوكي عايزين نستاذهم while طيب طبعا احنا عارفين while هيجوا وراها ماضي مستمر هنكتب هنا while تمام ونكتب الجملة الاولى زي ما هي while they were playing tennis هنمسح وين ونكتب بعدها نكتب على طول we got there على طول اوكي تمام نبديل الجملة الاولى وديل الجملة التانية we started playing football احنا بدأنا لعب كرة القدم and suddenly وفجأة it started to rain سما بدأت تمطر عايزين نستاذم as طبعا احنا عارفين as هي هي while اوكي فهيجوا وراها ماضي مستمر تمام فأقول هنا as we were playing football بينما احنا كنا بنلعب كرة قدم تمام هنمسح and suddenly على طول ونكتب على طول ايه it started على طول اوكي it started to rain تمام اوكي number three i heard strange noise انا اسمعت ضوضاء غريبة while watching her movie اسناء وانا بشاهد ايه مشاهدة ايه فيلم رعب عايزين نستاذم when تمام طيب هنكتب الجملة الاولى هنقول عندنا هنا i was watching i was watching a horror movie يعني انا كنت بشاهد فيلم رعب تمام when i heard a strange noise تمام شباب اوكي ندخل على time to practice my brother and sister not skiing طبعا we're skiing لأنهما هنا جامع اوكي many years ago تمام people not on horseback people traveled can we suffer على الاحسنة number three i not out of the window i not out of the window when the accident happened انا كنت باسس يبا was looking yesterday at seven o'clock هنا وقت محدد في الماضي عبدالله was watching a movie we not in new york last year we were احنا كنا في نيويورك السنة اللي فاتت as i طبعا i هنا وفي آس بلازم عندنا هنا نستخدم ماضي مستمر was giving اوكي number seven he not his grandmother yesterday تمام he visited i was reading a detective story انا كنت بقرأ قصة بلسية not i heard a noise طبعا هنا نلاحظ هنا ده ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط يبا هنجيب هنا من وين اوكي they not coffee every day when they were in france drank هما كانوا بيشربوا اهوة كل يوم لما كانوا في فرنسا اوكي هنا نطلع الخطأ ونصححوا تماما شباب while i sleep طبعا while لازم ييجي وراها ماضي مستمر يبقى هنقول while i was sleeping اوكي يبقى الصح هنا هنكتب بعض while was sleeping ونكمل لجملة ونكمل لجملة عادي اوكي when i was younger i eat pizza almost every day تمام طبعا ما نفحش نقول when i was لما كنت صغير i eat لا i ate i ate انا كنت باكل بيزا غالبا كل يوم at half past nine yesterday الساعة تسعة ونص مبارح she do her homework طبعا هنا ماضي وقت محدد يبقى she was doing her homework اوكي ندخل على rewrite my son hurt his knee badly when he was riding his bicycle yesterday عايزين نستخدم as تمام عايزين نستخدم as طيب as بيجوارها ايه ماضي مستمر طبعا فين جملة الماضي المستمر هنا يا شباب ادي جملة الماضي المستمر اهي مستر محمد اوكي يبقى نمسح هنا when ونحط مكانها as ونكمل ونكتب الجملة كاملة زي ما هي يعني نكتب هنا my son hurt his knee badly as he was riding his bicycle yesterday يبقى هنا هنكتب هنا بس ايه as مكان مين مكان when خلاص يا شباب طيب while the scientist was working in his laboratory a friend came to see him بينما العالم كان شغال في المعمل في صديق معين اتى لي يراه عايزين نستخدم هنا when اوكي طيب هنبدأ طبعا عندنا نركز شوية شباب when احنا بنستخدمها امتى لما بييجي وراها طبعا ماضي بسيط مبص هنا احنا فين هي جملة الماضي البسيط هاي a friend came to see him تمام نبدأ بها هنقول مثلا when a friend came to see ما نكتب شيء بقى هنكتب ايه the scientist تمام يبقى هنقول when a friend came to see the scientist اوكي ايه اللي حصل تمام لما جاء صديق وكان عايز يشوف العالم دو هنقول he was هو كان working in his laboratory تمام اوكي while walking home اثناء الذهاب للمنزل مازن meet his all the friends مازن قابل اصدقاؤه القدامى اوكي عايزين نستخدم when طيب هنبدأ كده هنقول ايه نبدأ بمازن هنقول مازن was walking home when he met his all the friends تمام شباب ندخل هنا على general exercise للدرس التالي الرابع my mother my mother likes to decorate our rooms please not the alarm clock turn off when the computer is ready it will ask you to not some information to to fill in can you not the high of the tree can you not the high of the tree guess but i'm going to repair it ولكن انا صلاح number eight not you still working at 7 pm last night where you still working number nine i not to the park last sunday i went number ten i was talking to my friend انا كنت بتكلم مع زميلي while my sister not to our parents بينما اختي كانت بتتكلم مع والدي he was talking نكمل كده هنا الفراغات we decided to spend the weekend احنا قررنا ان احنا نقضي اجازة الاسبوع نهاية الاسبوع at the park في الحريقة we not there we went there احنا ذهبنا هناك early مبكرا in the morning في الصباح before it became hot قبل ما الجو يكون سخت when we arrived عندما وصلنا there هناك we not find we didn't find many people ما لقناش الكثير من الناس after two hours بعد الساعتين there were many people كان هناك عدد كبير من الناس while we نقط بينما احنا كنا نقط on the grass على الحشائش يبا كنا جلسين يبا نقول where sitting it became cloudy السماء أصبحت فيها صحوب and started to rain وبدأ تمطر my sisters خوات خوات نقط very sad كان زعلانين جدا we decided to go home قررنا نحن نروح البيت before it became worse قبل ما يكون أسوأ من ذلك نضخل على complete when he was living in london عندما هو كان عايش في london طبعا هنا نلاحظ هنا في مضارع ماضي مستمر ماضي مستمر يبا هنا نختار ماضي بسيط نقول met it not the whole day so we decided to stay at home يبا هي كان تمطر was raining i was watching tv not she called me طبعا اذ اوال ما يجيش وراها ماضي بسيط فهنكتب هنا when when she called me ندخل على rewrite i was shopping in london when i first met my wife انا كنت بتسوق في london عندما قبلت زوجتي اول مرة اوك اعز استاذ هنا as اوك طيب هنقول ايه موضوع بسيط ادن احنا قلنا why as بيجوار ها الماضي المستمر فين جملة الماضي المستمر i was shopping in london اوك يبا نقول as i was shopping in london تمام ونكمل الجملة بعد كده بدون when لانا ما نفعش نحط while when في نفس الجملة اوك ما نفعش نحط while when في نفس الجملة اوك نكتب كده بعدها i met على two i met my wife انا قبلت زوجة i was sleeping when the alarm rang انا كنت نايم لما المناب رن عزان استدم while نفس الكلام يا شباب while i was sleeping تمام بلاش when نكتب على طول the alarm rang the alarm alarm rang اوك i played football yesterday ازان صدم yesterday evening هنا وقت محدد اوك فنحول الى ماضي مستمر هو i was playing football yesterday evening تمام ندخل على الفكبولاري الخاص بالدرس الخامس والسادس ماضي 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 negative Happy birthday I have got a present for you this book NOT this book review was written in a simple style her father told her not to get NOT with those students who always break school rules طبعا mix it up يعني باباها أخبر أنها لا تختلط بالطلاب دول لأنهم دائما بيكسروا قواعد المدرسة I'll note the restaurant and make an order I'll call أنا أتصل بالمطعم وهطلب طلبية Imagine isn't here at the moment Could you note later Could you call back I will pay for the goods طبعا كلمة goods هنا يقصد بها البضاعة يا شباب I ordered on delivery She spoke in a quiet voice But her not were warning Expressions هي بتتكلم بصوت هادي ولكن مشاعرها فيها نوع من القلق ندخل هنا على time to practice The workers stopped the machine and left the factory Can you repair this not chair This broken The not groups in Egypt are wheat and cotton مين يعني المحاصيل الأساسية تمام في مصر هي الأمح والقطن I was very late شقة العالية ممكن تدمر سمع Don't be so Not Your father is sleeping Don't be so Noisy لا تكن مزعق جدا ليه لأنه باباك نايم Number nine An odd is something you make when you aren't happy about something Complaint شكوة Try to not calm Try to keep calm and just tell me what happened حول أنك تكون هادي وبعد كده اخبرني ايه العصر I don't like it When you not angry When you get angry You have no reason To not everything is okay يعني مفيش سبب علشان نقاط كل حاجة كويسة علشان ايه علشان طبعا Complaint نكتشتاكي Would you mind waiting هل تمانع الانتظار I have another customer أنا معي عامل تاني At the moment في هذه اللحظة ندخل على أنا كتبت لكم الإجابات يا شباب عشان ما ناخدش وقت في الإجابة والكتابة بتاعتنا طبعا عندي هنا المحاسمة بين assistant المساعد ويطاري هنا بيقول Can I help you Yes I want to make a complaint أنا عايز أقدم شكوى Oh dear What's the problem المشكلة I ordered a toaster from your website يعني أنا طلب التوستر من الموقع بتاعكم But the delivery takes three days ولكن شركة التوصيل أخذت ثلاثة يام And I'm still waiting يعني وأنا لسه منتظر كمان راح سأله هنا Can I take your name and the order number please ممكن تديني اسمك ورقم الطلب Yes It's Tariq أنا اسمه Tariq And the order number ورقم الطلبية Is 344538 I'll call the delivery company أنا سوف أتصل بالشركة راح هنا طالق قال له Can you call me back today please ممكن تتعود وتتوصل بي تاني من فضلك رد عليه هنا Yes of course Thank you تمام ندخل هنا على situations يا شباب طبعا الحاجات دي كلها من خلال reading والlistening اللي احنا كنا قريناها قبل كده وموجودة عندنا في الكتاب أوكي فهو ده اللي بيساعدني إن أنا أحل situations وإدعيهم أوكي You tell the assistant that you have a complaint أنت بتخبر المساعد إن أنت عندك مشكلة هتقول لي I want to make a complaint You are the assistant أنت مساعد and you want to know وإنت عايز تعرف what the customer's complaint is إيه هي مشكلة العميل أتقول له What is the problem طبعا هنا في question mark أوكي Make a complaint about the late delivery of your laptop هتعمل شكلة بخصوص تأخر شركة التوصيل إن هي توصل لك اللابتوب بتاعك هتقول I ordered a laptop from your website but the delivery arrived late يعني أنا طلبت لابتوب من موقعكم ولكن شركة التوصيل وصلت متأخر You are the assistant أنت مساعد and you feel sorry about the customer's complaint ولكن أنت بتشعر بالأسف بخصوص إن العميل بيقدم شكوه هتقول له I am very sorry about that أوكي You ask the assistant to call you back أنت هتطلب من المساعدة أنا هتصل بك مرة تانية هتقول له Can you call me back today please أوكي تمام You explain your complaint to the assistant أنت بتشرح المشكلة بتاحتك للمساعد هتقول له When the delivery arrived يعني لما شركة التوصيل وصلت I found it was broken أنا لقيت الحاجة بتاحت دي مكسورة أوكي ندخل على General Exercises نبدأ بالديالوج الموظف هنا بيقول Good afternoon madame Can I help you Yes I'd like to meet the manager please أنا عايزة يابلي المدير من فضلك Well I'm afraid he is busy just now أنا أخشى أنه يكون مجغول الآن Do you have an appointment أنت عندك معاد No I don't have an appointment I just want to make a complaint أنا فقط عايزة يقدم شكوة A complaint شكوة What is the problem المشكلة Yes I have a problem with this Karel أنا عندي مشكلة بخصوص الغلية دي I'm afraid it doesn't work I'm sorry to hear that أنا آسف على سماع هذا We will be happy to replace it for you إحنا هنكون سعداء إن إحنا استبدالك ده When will I take it ما إنت سوف أخذه هأخذ الغلية جديد إمت تمام You will take it in a few minutes إنت سوف أتغذيب في خلال دقائق قليلة Thanks I'm waiting شكرا أنا منتظرة ندخل على situations You tell the shopkeeper أنت بتغبر صاحب المحل You have a complaint إن إنت عندك مشكلة هتقول I want to make a complaint The assistant asks you المساعد بيسألك What your problem is إيه إيه هي مشكلتك هتقوله The delivery takes a long time الشركة التوصيل أخذت وقت بتاخد وقت طويل You are the assistant أنت المساعد And you tell the customer You feel sorry about his or her complaint وهتغبر العميل إنك أنت يعني تشعر بالأسف بخصوص مشكلته هتقوله I feel sorry about that ندخل على Let's choose يا شباب I want to see the order Not I didn't order this at all طبعا form أنا عايز أشوف نموذج الطلب أنا ما طلبتش داع الإطلاق The jacket was not was the not size It's too small for me طبعا الجاكت كان المقاس الخطأ تمام The coffee tasted not I didn't like it at all Horrible I'm sorry about the not delivery I'm sorry Late طبعا Late delivery You will face أنت سوف تواجه فاس هنا معناه يواجه Many problems During your life أثناء حياتك But you should be strong تيجب أن تكون قوي Number 6 The not of the book is Jim The title Please Help me with the work and the not There are many dirty plates طبعا هنا kitchen من فضلك ساعدني في العمل في المطبخ يوجد العديد من الأطباق المتسخة Neither مونا طبعا Neither إبنور I was working on the project not the manager called for me تمام طبعا وين هنا ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط من شباب وين Number 9 Number 10 sorry My mother not me a present because I got the fall marks أمي أعطتني هدية لأن أنا حصلت على الدراجات كاملة نكمل هنا الفراغات I not to the shops I went to the shops with mom to buy some clothes we went to the best two shops إحنا رحنا أو ذهبنا إلى أفضل مكانين أو محلين in the city center في مركز المدينة the first shop has casual clothes المحل أول كان في ملابس casual I saw two trousers but we decided to take not the red one or the blue one أنا عندي هنا في or يبقى نختار من يا شباب either إحنا قررنا ناخد إما اللون الأحمر أو الأزرق أو كي after that بعد ذلك we went to the second shop رحنا المحل التاني we saw two shirts but we talk إحنا أخذنا not of them because they not too expensive طبعا إحنا ما أخذناش بنقول we talk neither neither of them يعني أخذناش أين من من ل because they 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 were لأنهم هما كانوا غليين جدا تماما شباب أوكي ندخل هنا يا شباب على امتحان على الوحدة التانية كامل هنا محاسمة بين غادا وأمال أمال بتقول hello can I speak to غادا I am عمال ردي غادا على إطلا hi عمال it's me أنا I am غادا أنا غادا hi غادا what are you doing today أنت بتعملي النهاردة إطلا nothing much ولا أي حاجة I'm just relaxing today أنا فقط مرتاحة مسترخية why لماذا what's going on الموضوع إطلا I'm thinking about going to the mall أنا بفكر نحن نذهب إلى mall do you want to go what رأيك تيجي yes I do are they having a sale في خصومات هناك yes it's a great time to buy some clothes ده وقت ممتاز عشان نشتري بعض الملابس قالت لها that sounds great where should we meet أين يجب نحن نتقابل قلت لها I will meet you in front of the mall in 30 minutes أنا سوف أبلك أمام المول في خلال 30 دقيقة at last sounds good see you there أشوفك هناك ندخل على situation ذا شباب the shop the shop assistant wants to know the size of your jacket المساعد اللي في المحل اللي عايز يعرف ماس الجاكت بتاعك أتقول I'd like large أنا عايز الكبير مثلا أو X large أو small أو medium أو okay you ask the assistant if they have any tosters ست تسألوا لو هم عندهم أي tosters أتقول do you have any tosters You have a complaint about the laptop you bought last week أنت بتقدم شكوى بخصوص اللابتوب اللي أنت اشتريت والأسبوع اللي فات أتقول I want to make a complaint about the laptop يلا نقرأ مع بعض كده القطع دي ونجاوب عليها الأسئلة Dear Madam I am unhappy with the quality of a television I bought at 5 street on 15 December and I want to make a complaint the screen was damaged هنا بيقول لها طبعا أهلا المدام أنا مش سعيد بخصوص جودة التلفزيون اللي أنا اشتريته تمام يوم 15 December أنا عايز أهدي مشاكوى the screen was damaged الشاشة مكسورة and it's quite dark وكمان غمأة جدا the television was delivered on 30 December يعني التلفزيون وصل يوم 30 December and I found out this problem وانا اكتشفت المشكلة دي as soon as I took it out of the box أول ما خرقت من الصندوق بتاعه the television is of bad quality and doesn't match the sample I was shown in the store يعني التلفزيون جودته سيئة جدا وكمان مش متوافق مع النموذج اللي أنا شفته عندكم في المدبر I would like you to replace it with one of high quality يعني أنا أود أن أستبدله مع واحد بجودة عالية with no extra cost بدون أي تكلفة زيادة I would like you to solve this problem أنا أود أن تحلي المشكلة دي كويك بسرعة please I hope to hear from you soon أنا أتمنى أن أسمع ده من قريبا you can contact me to discuss this matter further شوف الأسئلة بتاعتنا what is the main idea of this email إيه الفكرة الأسئلة لهذا الإيميل making a complaint تقديم شكوى ok when did the writer buy his television امد الكاتب اشترى التلفزيون بتاعه طبعا he put it on 15th december اشترى يوم 15 december what does the writer want from his complaint هو عايز إمني شكوى فتحته he wants to replace the television هو عايز استبدال التلفزيون ok شباب the television was broken on the delivery the sample he saw as the store was of high quality the delivery was after nowadays from buying the tv 15 days choose these are laser goods of high quality the show shop is having a sale this week they sell at half price number three the shop not should be kind to all customers to make them come again to his shop taban assistance number four I saw not for some cheap furniture in our local paper advert number five if your laptop doesn't start you should charge it six I bought this coffee machine not a present for my parents as a present number seven not means to send a message طبعا email لأنه عبر عن إرسال رسالة بشكل إلكتروني I was born in north city in this country the largest I was born in the largest city in this country not stay or go it's your decision either طرام لقينا or يب either William Shakespeare not many plays wrote كتب الكثير من المسرحيات طيب هنا طبعا it's not to buy clothes in shop than than يبقى هنا صفة مقارنة good بنستخدم معها في الوقت ده pillar we will arrive either on friday night or طبعا either or مش nor while i knocked to the doctor somebody knocked at the door while i was listening rewrite january is always longer than february as in stardom shorter هنعكس هنعكس الكلام هنقون february is shorter than january ok my sister doesn't like tea and she doesn't like coffee and she doesn't like she and she doesn't like the oh they want say neither nor ok i gonna say my sister like neither يعني ما بتحبش tea الشاي نور أو الكافي she was going to the club when I met her yesterday عزيني سادم while نقول طبعا while she was going to the club هنمسح when وهنكتب على طول I met here yesterday تمام يا شباب وزا ما احنا اتفقنا ما ينفعش انها يكون في اداتين رابط في نفس الجملة يعني ما ينفعش نكتب when while في نفس الجملة نكمل مع بعض يا شباب الاختبارات الموجودة عندنا على الدرس الاول والتاني من كتاب جيم اوكي هنا the dialogue او محادثة ما بين ال assistant و داليا اوكي طبعا كتبت لكم الاجابات عشان ما ناخدش وقت في الكتابة can i help you انا لاحظ ان الكلام ده طبعا بيتعاد معانا كتير yes do you have this dress in blue يعني هل انت عندك الفستان ده منه لون ازرق yes we have here you are فضالي رحت سألت هنا داليا قالت are there fitting rooms يعني هل في غرف قياس الملابس عشان عايزة تقيس الفستان لا of course the fitting rooms are over there موجودة هناك قلت له thanks رحصة هنا هنا is it okay ده كويس قالت له it's too small ده صغير خالص do you have a larger one في واحد اكبر قال لا let me see yes here is a larger one ايوة في واحد اكبر قلت له okay thanks a lot شكرا جزيلا I bought this coat at 50% discount she got a job in not she works in a factory يبا industry bread is baked in a microwave connect the not to the city player to have loud sound وصل ايه بالسيلي بلاير عشان يوصل لك سود عالي speakers my school is not than my father's office further number six I don't want to go to not of those two stores let's go home هنختار طبعا either يعني انا مش عايزة اذهب ولا لاي واحد من المارجارينتو دول يلا نروح البيض اوكي طب ليه ما اخترناش نيذر يا شباب نيذر ما ينفحش الجملة بتاعتها يكون فيها نافي لان هي نافي اصلا اوكي تمام ندخل هنا على الري رايت بيقول لي هنا ناخد الالم بتاعنا هذي is the most intelligent boy in our town هذي ده هو أذكى طالب عندنا في المدينة المدينة عايزة نستخدم more تمام هنقول ايه هنقول عندنا no one فيش ولا واحد in our town في المدينة بتاعتنا is is more intelligent than هذي تمام كده استعدمنا مور طيب يبدي نمبر one اوكي نمبر two بيقول لي هنا ليلة and emi didn't pass the exam ولا ليلة ولا امي ادروا يعدوا الامتحان عايزة نستخدم neither هنقول طبعا عندنا هنا neither ليلة ليلة امي ولا ليلة ولا امي pass نستخدم the exam عدوا الامتحان اوكي نمبر three طارق has got neither time nor money يعني طارق ما عندوش لا وقت ولا فلوس to travel abroad عشان يسافر للخارج عايزة نستخدم either هنقول عندنا هنا هنقول عندنا هنا طارق hasn't got either time or money to travel abroad تمام نمبر فور هنح الله هنا فوق بيولي I can play football I can play tennis too هنقول I can play انا استطيع ان انا العب both football and tennis يعني انا استطيع ان العب كل من كرة القدم والتنس اوكي ندخل على الاختبار على الدرس الثالث والرابع نبدأ بالمحاطسة بتاعتنا هنا طبعا المحاطسة ما بين I وال assistant آية هنا بتقول I am Aya I have a problem رد عليها hello how can I help you آية كيف اقدر اساعدك قلت له yesterday when I was doing my homework my laptop suddenly turned it off مبارح وانا بعمل الواجب بتاعي اللابتوب فجأة اتقفل قال لها when did you buy it مت اشتريتي قلت له I bought it last week انا اشتريت الاسبوع اللي فات قال لها were the computer plugged in يعني هل الكمبيوتر تم تسجيل دخوله قالت له yes it was I was charging the battery يعني انا كنت باشحن البطارية قال لها did you turn on the computer again يعني هل الكمبيوتر اشتغل مرة تانية قلت له yes but then it said my password was wrong ولكن طلع الرسالة بيقول فيها ان الباسورد خطأ قال لها I just mailed you انا فقط بعطيلك رسالة فيها a form نموذج to fill in عشان تملي to get a new password to login again عشان تكتب فيها الباسورد الجديدة تمام تملي وهتحصل على باسورد جديدة من خلالها تقدر ان انت تعمل تسجيل دخول مرة تانية نلاحظ يا شباب ان الديالوج دي احنا اخذينا اصلا اوكي فبتكون سهل علينا في الحل طيب ندخل هنا في ال choose number one he typed it in his password to login can you help me with this not form architects know how to not buildings design I can't not life without without technology imagine the telephone not while I was doing my homework rang when not to the last party did you did you go ندخل على rewrite number one بيقول لي هنا he used to study english when he was at the university يعني هو اعتاد ان هو يذكر انجليزي لما كان في الجامعة يعني نستطلب طيب هنمسح مين هنمسح use to فنقول هنا he studied he studied english when he was at the university number two number two she was resting هي كانت مسترخية when i came home لما انا وصلت البيت from the shop من المحل عايزين نستطلب واي طبعا هنقول واي when she was resting يعني بينما هي كانت مسترخية i came على طول i came home from the shop number three my father saw me ابي شفني while i was playing in the street لما انا كنت بلع في الشارع عايزين نستطلب وين تمام طيب هنقول طبعا when نبدأ الاول when i was playing in the street انا كنت بلع في الشارع انا كنت بلع في الشارع my father saw me number four he wrote the homework during lunch break هو كتب الوجب بتاعه اثناء استراحة الغدر عايزين نستطلب وايل تمام تمام هنبدأ الاول he wrote the homework while launch break بحنا اللي عملناه حزفنا من during واستخدامنا launch اوكي يا شباب واستخدامنا sorry while تمام ندخل على الدرس الخامس والسادس اخر حاجة عندنا محطبة بين العميل والمساعد الاسستانت هنا بيقول hello we are customer service how can i help you hello hi i want to make a complaint and i am sorry to hear that what's the problem hello my connection is still dropping out and the speed is very slow hello let me check can i take your phone number hello my phone number is zero one zero zero nine one nine one five eight six hello thank you the system doesn't show any problems in your area so can you call me on my phone hello i can tell from here i'll send that technician to your house hello okay i am at home then ندخل على choose number one هنا بيقول i sent it not and i will buy a different one انا هشتري واحدة مختلفة ب i sent it back يعني انا رجعتها your website says the delivery not five days days it takes you should not you should keep calm to be able to solve the problem يجب ان انت تكون هادئ عشان تقدر ان انت تحل المشكلة my mother is very happy with my present to her سعيدة بهديتي لها okay يكمل تعط okay نقط هودا أن مروة stay up late to revise for the exam طبعا نلاحظ هنا انه في and يبقى بوث and last year i not a lot of research i did اخر حاجة عندنا rewrite number one بيقول لي هنا she used to play tennis when she was young هي اعتدد ان هي تلعب تنس لما كانت صغيرة عايزة ان استدام played هنقول طبعا she played على تو تنس when she was young number two we were waiting for the bus we were waiting for the bus احنا كنا منتظرين الوتوبيز when it began to rain لما هي بدأت تنطر عايزين استدام while هنقول عندنا هنا while we were waiting for the bus نمسح وين وينكتب على تو it began to rain number three when i was washing the dishes when her father called her أريد أن نستخدم while نبدأ بwhile حضوها لها طبعا الماضي المستمر while مونة was washing the dishes her father cold hair أخر حاجة number 4 English is more difficult than Arabic أريد أن نستخدم less هنقول طبعا Arabic is less difficult than English لأنه هنا بيقول لنا الإنجليزي هو أكثر صعوبة من العربي أريد أن نستخدم كلمة أقل فنقول طبعا العربي هو أقل صعوبة من الإنجليزي دي كانت آخر حاجة عندنا في الأسئلة على unit 2 يباحنا كده يا شباب خلصنا unit 2 تماما بالgrammar بالحل التمرين وكل الأسئلة الموجودة فيه كتاب جيم تمام أتمنى أنكم تكونوا استفدتم ما تنسوش أنكم تدعو الأب وأم أن يغفر الله لهم وأن يدخلهم من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم وتكتبونا كومنت كويس وتعملوا شير للقناة وسبسكرايب كمان عشان القناة تكبر بيكم وكان معكم مصر محمد فوزي من قناة محمد فوزي العلوم والتكنولوجيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته